أخي الطالب هذا هو الدرس الثاني من دروس المناهج الدعوية الثلاثة التي لابد لك أن تقف عليها وهي المنهج العاطفي وقد بيناه وثانيا المنهج العقلي وثالثها المنهج الحسي أما المنهج العقلي فنقف بك في بيانه على العناصر التالية العنصر الأول إبراز المقصود من المنهج العقلي حيث إن التعريف ضرورة ملحة وكذلك نقف بك على أساليب المنهج العقلي فالأساليب والتعريف مرتبطان بعضهما ببعض ومنهما تستطيع أن تقف على هذا المنهج العقلي أيضا لابد أن أقف بك على ميادين استعمال المنهج العقلي حيث إننا قد قلنا سلفا إن لكل منهج ميادينه ولا يخول للداعية أن يستعمل منهجا في غير ما وضع من أجله وإلا كانت دعوته ساقطة أخيرا نبين لك خصائص المنهج العقلي حيث إن الخصائص والمميزات تبين لك حقيقة هذا المنهج حتى تكون على بينة من أمرك تستعمله في ميادينه وبأساليبه التي بيّنها العلماء أما عن تعريف المنهج العقلي فإن تعريف المنهج العقلي قد جاء في كتب العلماء من وجهين أو بطريقتين الطريقة الأولى المقصود بالمنهج العقلي هو النظام الدعوي الذي يرتكز على العقل ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار إن هذا المنهج النظام وهذا النظام أي ضوابط وأسس لابد أن يرتكز عليها الداعية في إبراز هذا المنهج في تعامله مع المدعوين أيضا التعريف الثاني المقصود بالمنهج العقلي هو مجموعة من الأساليب الدعوية التي يترتكز على العقل وتدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار هذان التعريفان كلاهما يصب في آن واحد أو في شيء واحد يبين المقصود من المنهج العقلي إنها مجموعة نظم تعتمد على أساليب تؤدى بها الدعوة لمخاطبة العقلاء والمفكرين ليتدبروا ويعتبروا حيث إنما يوجه إلى العقلاء أو المنهج الذي يستعمل مع العقلاء غير ذاك الذي يستعمل مع الجهال أو المبتدئين وأهل العواطف كما بينا أنتقل بك الآن عزيزي الطالب إلى إبراز أساليب المنهج العقلي فمن أبرز أساليب المنهج العقلي المحاكمات العقلية والأقيسة بجميع أشكالها إن الضوابط التي وضعها العلماء في الحوار وفي النقاش ما تسمى بالمحاكمات العقلية أو الأقيسة بجميع أشكالها سواء كانت من باب قياس الأولى أو القياس المساوي أو قياس الخلف أو العكس والقياس الضمن كما وضحها المناطقة والعلماء وأصول الفقه ومن أمثلة قياس الأولى قوله تبارك وتعالى الذي ضرب به الحق تبارك وتعالى مثلا مثلا لشيء مرئي بشيء تغيب صورته الحقيقية عن أهل العقل والفكر يقول الحق تبارك وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم فخشية الله أولى إن كنتم تخشون المرئية أمامكم فخشية الله تبارك وتعالى أولى هنا قياس في واقع أمره يضرب أمام العقل صورا بها يستطيع الوصول إلى الله تبارك وتعالى ومن أبرز أساليب المنهج العقلي كذلك نظام ضرب الأمثال فضرب الأمثال بأنواعها الصريحة التي كانت أو كامنة أو الأمثال السائرة قد جاء بها القرآن الكريم ومن أمثلة القرآن الصريحة قوله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهنا ضرب المثال قد ضرب به الحق تبارك وتعالى في كتابه وقد كان من ألمع أساليب القرآن في أداء الدعوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجسد لنا المنهج القرآني حيث قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يمرون على من فوقهم يقولون لو أن ضربنا أو أرأيتم لو أن ضربنا في نصيبنا خرقنا في نصيبنا خرقا أكنا نصيب من فوقنا فلو أنهم أي الذين هم من فوق لو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا أي من أسفل وهلكوا جميعا ولو أنهم ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا إن مثل القائم على حدود الله الصابر عليها كهذا الذي يقوم على حماية السفينة وهو نوع من أنواع ضرب الأمثال الذي ينفوز إلى نفوس المستمع ونفوس المدعو فيؤثر فيه ويجعله من أولئك الذين يسيرون وفق الداعية بحب واجتهاد كذلك من أبرد أساليب المنهج العقلي القصص إن القصة في القرآن هي أحد ألوان المناهج الدعوية التي لابد أن يتبصر بها الدعاء وأن يقف عليها حيث إن القرآن الكريم قد أشار إلى أن من أهم من أهم تداعيات ودوافع الصور أو القصص في القرآن الكريم العبرة والاعتبار والعظة والتدبر كما جاء في قوله تعالى في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فالقصة في القرآن كانت من أهم أسباب أو من أهم أساليب المنهج العقلي الذي يأخذ بالباب من ينظرون ويعتبرون وأيضا يقول الحق تبارك وتعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون فالقصة من أهم آثارها أنها تدعو إلى تدبر وهما معا من أهم أساليب المنهج العقلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر